أسأل حضرتك الاختلاف هنا ما بين المواد الأدبية والمواد العلمية في السؤال المقالي يكون إزاي؟ طبعاً المواد العلمية بيبقى عندنا خطوات معينة مثلاً للحل لو هي مثلاً الرياضيات مثلاً فيه خطوات علشان توصل للحل فالطالب بيبقى واخد باله من الخطوات دي وبيعملها وبالمناسبة وزارة التربية والتعليم قالت أن الدرجة هتحسب على الخطوات مش على الوصول للناتج النهائي لكن بقى المشكلة وليها درجة حتى لو كان ما وصلش للناتج النهائي بالضبط لكن المشكلة بقى بتبدأ تظهر في المواد الأدبية اللي المفروض فيها تعبير واللي المفروض فيها كتابة هنا بتبقى عايزة من الطالب مهارة مختلفة عايزة منه مهارة التلخيص وإنه يقدر إزاي يكتشف الأفكار الأساسية والمهمة اللي موجودة جوه النص ويقدر يلخصها يعني زي ما قلنا في الرياضيات مثلا هي خطوات حل المسألة خطوات خطوة أولى تانية تالتة يعني سابتة ومعروفة لكن لو أنا بذكر مادة أدبية تاريخ مثلا حاجة فيها نصوص وأنا عايز أجاوب على ده في سؤال مقالي أول حاجة لازم أعملها أن أنا لازم أشوف إيه الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الإجابة بتاعتي النص ده بيبقى فيه عبارات أساسية وفيه عبارات شارحة للعبارات الأساسية دي إن أنا أطلع ده من ده بقى أخذ العبارات الأساسية المفروض إن أنا أذكرها وأبدأ أعبر عن العبارات دي بأقل عدد من الكلمات وفي جمال مختصرة وقبل ما أبدأ أسجل ده في ورية الإجابة لازم أعيده على ذهن الأول وقارن بين الإجابة اللي أنا وصلت لها دي والمكان المتاح اللي أنا أكتبها فيه يعني أنا عندي مثلا ستة أسطر مثلا أو خمس أسطر طيب إلا أنا لخصته في دماغي ده هقدر أحطه في الخمس سطور دول ولا هيبقى زيادة وأبدأ ألخص لحد ما أوصل للمكان المتاح في حاجات زي ما احنا بنقول مثلا لأبناءنا الطلاب وإنت بتجاوب في البابلشيت مثلا ممنوع الشطب ممنوع استخدام مزيل الحبر حاجات زي كده لا ده ممكن يبقى متاح في الأسئلة المقالية لأنه لا تصحح بطريقة تصحيح الأسئلة الاختيار من المتعدد يعني أسئلة الاختيار من المتعدد بيتم تصحيحها وفقا لما هو معروف يعني من خلال جهاز سكانر ومتوصل بجهاز بيوتر بشكل آلي لكن الأسئلة المقالية بيتم إرسالها بشكلها المعروف لمعلمين عبر التابلت وبيقرؤوها قراءة وبيدولها الدرجة برضو علشان نطمن أبناءنا الطلاب الأسئلة المقالية في السنوية العامة بتصحح بنظام الروبركس أو الخطوات محددة كل خطوة عليها درجة مش من نمط الأسئلة المقالة المفتوح زي ما قلنا بتبقى في مشكلة بقى في الزاتية وإن في طالب هايزود وطالب هايقلل ممكن برضو يا فندم توضح للطلبة يعني إيه الخطوات المفتوضية تبعوها لأن الأسئلة المقالية حتى لو مش الأسئلة المقالية المفتوحة هي برضو بتعتمد يعني على فهم الطالب وده بيختلف من طالب لآخر بتعتمد على فهمه وعلى قدرته على أنه يعبر عن اللي فهمه ده بطريقة مختصرة وبطريقة موجزة ويركز في كلامه على الأفكار الرئيسية مايروحش بعيد طبعا فيه حاجات أساسية الطالب لازم يأخذ باله منها هو بيجاوب فيه الأسئلة المقالية أنه ما يخرجش بره الإطار المتاح له الإجابة فيه وياخد باله كويس قوي علشان ما يجاوبش سؤال مكان سؤال تاني يعني احنا عندنا مثلا في بعض المواد ده يبقى فيها أربع أسئلة مقالية وبعض المواد ده يبقى فيها سؤالين مقاليين فكل سؤال له مكان لازم يأخذ باله كويس جدا عشان ما يجاوبش سؤال مكان التاني طبعا لما يكتب برضو محتاجين برضو المهارات اللي هي العادية البسيطة دي أنه هو يكتب بخط كويس واضح وصغير يعني ما يكبرش الخط قوي لأنه لو كبر الخط قوي هتضيع منه معلومات مهمة مش هيلاقي مكان يكتبها فيه وغير متاح أنه يخرج بره الإطار بتاع السؤال يعني لأن المساحة زي ما قلت لحضرتك محدودة جدا لأنها من نمط المقال المقيد لازم الطالب زي ما قلنا يبدأ أولا يبقى عارف كويس قوي قوي قبل ما يبدأ يجاوب على الأسئلة المقالية أن المساحة اللي تركتها وزارة التربية والتعليم للإجابة فيها كافية جدا للإجابة على السؤال يعني ما يقولش لا ده أنا المعلومات كتير والمكان قليل لا الإجابة اللي عايزاها منك وزارة التربية والتعليم متنسبة جدا مع المكان المتاح أنت بس تستغل هذا المكان في الإجابة بجانب المكان يا فندم الحاجة اللي الطالب هيكتبها إيه الخطوات اللي على أساس هيقدر يختار المعلومات اللي هيستخدمها بالزبط يا فندم أول حاجة زي ما قلت لحضرتك في البداية أنه لازم يحدد الأفكار الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الإجابة السؤال ده محتاج إيه بالزبط يكون موجود في الإجابة عشان تبقى الإجابة صحيحة لما بيبدأ أحدد الأفكار دي قد تكون معروضة داخل النص بإسهاب أو بشرح وتوضيح المهمة التانية أنه بعد ما يحدد هذه الأفكار الرئيسية أنه هو لازم يلخص هذه الأفكار ويلخصها في ذهنه أولا قبل أن يبدأ في كتابتها في الورقة عشان يتأكد من مناسبة الأفكار دي للمساحة المعروضة في بعض الأفكار بيبقى الترتيب فيها مهم فلازم ياخد باله من ده وأنه يعرضها بنفس الترتيب اللي موجودة بيه في الكتاب لو هي مثلا أحداث تاريخية أو لو هي خطوات لحل مسألة يبقى الترتيب هنا مهم جدا فيبقى واخد باله من النقطة دي كويس قوي